الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتربع على عرش الأكثر قرها للمسلمين في العالم ترامب الذي حاز اللقب بسبب سياسته العنصرية ضد المهاجرين المسلمين ومساهمته في نشر الحروب في البلاد الإسلامية أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو فنال جائزة الإسلاموفوبيا على المستوى الدولي بسبب سياسته العنصرية والإجرامية ضد الفلسطينيين أعتقد أن مثل هذا الحفل هدفه أن يوصل صوت ضحايا الإسلاموفوبيا إلى ناشري الكراهية ضد المسلمين ولا سيما وسائل إعلام ورجال السياسة ليقولوا لهم أننا نعرف حقيقتكم لم يجد المسلمون في بريطانيا أسوأ من حزب المحافظين لنيل جائزة الإسلاموفوبيا لعام 2018 أما حزب المحافظين الذي تنافس على اللقب مع رئيسة الحكومة ليزا ماي ووزير الخارجية السابق بوريس جونسون وعمدة لندن صديق خان فجاء تصدره لنتائج استفتاء المسلمين في بريطانيا على خلفية تورط عدد متزايد من مسؤوليه في وقائع تتعلق بظاهرة الإسلاموفوبيا هذه المبادرة إيجابية لأنها تعالج ظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال الإشارة إلى عكس الصورة النمطية فهذه الفعالية تدل على أن المسلمين لديهم حس الفكاهة وعندما نتحدث عن أمثال نتنياهو وغيرهم فهم يثيرون فعلا السخية صحيفة الديلي ميل حازت بدورها جائزة الإسلاموفوبيا عن فئة الصحف ووسائل الإعلام لدورها في نشر مقالات وأخبار تحض على الكراهية ضد المسلمين أما عن فئة الدراما والأعمال التلفزيونية فقد فاز مسلسل باديغارد الذي تعرضه البي بي سي والذي يصور المسلمين فيه بطريقة تثير الرعب داخل المجتمع البريطاني يسعى المشاركون من خلال توزيع جواز الإسلاموفوبيا إلى الحد من انتشار ظاهرة معادات الإسلام فالجالية المسلمة في بريطانيا قلقة من الدور السلبي للحكومة في نشر الكراهية وعدم تصديها للحركات اليمنية المتطرفة المعادية للإسلام مسسرور لندن الميادين